يسعدني ويشرفني النهاردة أن أكون متواجد معكم للإعلان عن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى اللي بتعتبر بكل المقاييس هي أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر وهي الخاصة بمشروع تنمية منطقة أو مدينة راس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي في مصر والحقيقة كانت أنا عايز أتكلم على هذا الموضوع عشان نضع كل الأمور في نصابها تنمية راس الحكمة بتأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام عشرين اتنين وخمسين اللي وضعته الدولة واللي الدولة بتنفزه منذ بدء تولي فخمط الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وهو شغال على هذا المشروع العملاق مشروع تنمية مصر كلها وخلق وإنشاء الجمهورية الجديدة